حياتنا اصبحت افتراضية وصارت كل حياتنا على الانترنت لهيك اذا فصل عنا الانترنت مصيبة ما بنعرف النام ولا بنعرف نوكل ولا نشرب ولا نعمل اي اشي بحياتنا فبالتالي اليوم جايين نحكي عن كيف تحصل على انترنت مجاني ركز لع كلمة انترنت مجاني اهلا وسهلا فيكم اصدقائي بهالفيديو من جديد معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf واليوم بإذن الله جايين نعرف كيف نعرف Passwordات او الباسورد الخاص بالواي فاي اللي حاولينا او نقاط الواي فاي اللي موجودة في المنطقة تبعتنا او نقاط الواي فاي تبعت الجيران او المقاهي او غيره وغيرته طبعا كيف صار في انترنت مجاني مع انك سعيد تحكي ما في انترنت مجاني بما انك عرفت الباسورد تبع الواي فاي وشبكت عليه واشتغل عندك الانترنت مش صار مجاني انت دافع اشي لا طيب تمام خلينا ننتقل الى استعراض التطبيقات اللي معانا اليوم طبعا راح استعرض التطبيقين فقط وباقي ما تبقى من التطبيقات راح يكون تاركها داخل مدونتي راح يكون تارك اكثر من تطبيق لها الموضوع وانتحمل اللي بتحبه او حملهم كلهم انتهر طبعا عشان تدخل الى مدونتي وتحمل التطبيقات رابط التدوين الموجود اسفل الفيديو بالوصف او باول تعليق او من خلال البطاقة اللي ظهرت على طرف الشاشة على اليمين او على الشمال تمام ننتقل لاول تطبيق اوكي طبعا كل اللي علينا اول شي انه نكبس على هاي الايقون اللي هون راح تفتح معنا هاي الشاشة بنحكي له ريفرش من هون طبعا اهم شي انك تكون مفعل اللوكيشن طبعا بننزل الخريطة هاي للاسفل وزي ما احنا ملاحظين فتحت معانا خريطة تمام تمام راح نيجي نكبس على هاي عشان يحدد مكاننا على الخريطة ونبلش نعمل زوم اوت نرجع لورا وزي ما احنا ملاحظين هاي بلش هتبين معاي نقاط الوي فاي اللي حوالى طبعا هاي بتفيدك لما تكون انت في مكان ما في انترنت وما معك انترنت ومحتاج ان يكون معك انترنت فبالتالي بدك تستخدم هاي التطبيقات وتشوف شو في حواليك نقاط واي فاي وتشبك عليها تمام خلينا ندخل على اي نقطة واي فاي نيجي هون مثلا زي ما احنا ملاحظين هاي اسم نقطة الواي فاي بحكي لك بعيد عني 358 متر وزي ما احنا ملاحظين بإمكان اني أحدد مكانها وامشي على الخريطة وطبعا من خلال هاي الخريطة بإمكانك تعرف وين فيه نقاط واي فاي موجودة حواليك وين فيه نقاط واي فاي مفتوحة عشان تشبك عليها التطبيق اللي بعده بعطيك باسوردات نقاط الواي فاي حتى لو هنها مش مفتوحة والتطبيق اللي بعده زي ما احنا ملاحظين هي شكله طبعا معروف عند كثير من الناس ولكن بعض الناس كمان ما بعرفوه طبعا خلينا نروح نشوف لنا اي نقاط واي فاي. زي ما احنا ملاحظين هي نقاط واي فاي كثيرة نكبس هون زي ما احنا ملاحظين بحكي اللي بين وبين هي النقطة 350 متر واذا ما نسحب هي هيك! بإمكانك تشوف اسم النقطة هون وتكبس عليها وتحكيلوا من هون انلك باسورد او فتح الباسورد زي ما احنا ملاحظين هي الباسورد. ضبعا بخير نرجع الوراء نشوف اي نقطة واي فاي اخرى مثال خلينا اشوف اشي جنبي وانا مقهى ابو هيوتة اوكي خلينا نفتح الباسورد الباسورد مفتوح نشوف هنا هاي النقطة مثلا نكبس عليها وهي الباسورد لا رهيب صراحة اللي كاتب الباسورد نشوف ايش في شغلات ثانية قيس برضو رقم تليفون يا اخي اللي بحط رقم تليفونه كباسورد هذا فنان رهيب يعني الواحد لما يكون يعرفك اكيد اول ايش يبدو جربه رقم تليفونك فهديروا بالكم من هاي الامور عكلين اخواني كل التطبيقات اللي شفتوها وتطبيقات اخرى مماثلة لها بامكانك تنزلها من خلال مدونتي وربط التدويني موجود اسفل الفيديو بالوصف او باول تعليق طبعا التطبيقات هاي تشتغل كمبدأ ترو كولر كل ما يستخدموها الناس ويشاركوا نقاط الواي فاي عليها فبالتالي بيصير فيها قاعدة بيانات لنقاط الواي فاي اماكنها وباسورداتها فبالتالي انت لما تنزل واحد من التطبيقات ما اشتغل عندك ما تحكي ليش اني كذاب جرب التطبيق الثاني والثالث والرابع لانه يمكن التطبيق اللي شغال عندي بالاردن مش شغال عندك في مصر ولا في الجزائر ولا في السعودية لانه غير مستخدم في بلدك يمكن اكلين اخواني الهون بكون انتهت من الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم افادكم اذا عجبك الفيديو افادك لا تنسى اللايك والشير ولهون صار لازم اودعكم وحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته